أصعب أنواع القصص اللي بجلنا هنا في قصة حقيقية هي القصص اللي الغلط فيها نسبي يعني إيه؟ يعني كل واحد بيشوفه بشكل مختلف ممكن كمان الناس تعتبروا أنه صح من وجهة نظرها ما كانش في حالة تانية ومعرفتش يعمل حاجة تانية ما هو مش غلط واضح وصريح كل الناس ممكن تتطفق عليه أنه عيب أو ما يصحش زي ما حصل في القصص كتير جداً جاتلينا هنا في البرنامج كان واضح من أول سطر فيها أول ما تقراها كده تعرف مين الجاني ومين المجني عليه بس حكاية داليا بطل القصة حقيقية النهاردة تحس أن أبطالها كلهم غلطانين بدرجات مختلفة ما فيش عندهم أبيض أو أسود فيش كل واحد مننا ممكن يشوف قصة داليا بشكل مختلف من وجهة نظره يعني والله 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 حتى وإحنا عادين بنصور إحنا مختلفين كلنا هتلاقوا سبع تمن أراء مختلفة وإحنا عادين حتى في الكنترول أو هنا يعني الكرو كله في قصة حقيقية في ناس شايفين داليا مظلوم اتغدر بيها من جزء حب حياتي راح اتجوز مديرته اللي أكبر منه في السن عشان الفلوس مش عشان وفيه مننا شايفينها ظلمة هنا إنها عايزة طلبات هتلي 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 وبس ما سألتوش الفلوس دي اللي ظهرت فجأة دي النعمة اللي ظهرت عليه دي جات منين وإحنا عاملين نقرق قصة أول ما جات لنا حد قال لي من فريق العمل هنا في قصة حقيقية إنه شايف إنه الزوج ضحية واحد ظروفهم مدية صعبة هيعمل إيه لأ قدامه حد بيمدلوا إيده عشان يساعدوا هو وعياله ومو يقوز ست بالضحي يعمل إيه في الآخر هو الجوز على سنة الله ورسوله ما عملش حاجة غلط وفيه من أنا شاف إنه الست المديرة برضو معزورة بحتاجة تسمع كلمتين حلوين من حقها تحب وتتحب أي حد بيحب فحاولت تساعده بتساعد وتقف جنبه أكيد ما خدتوش بالعافية قالت له تعالى عن مأزون وتتجوزني ما عملتش كده داليا مش عارفة أقولك نصيحة تنفذيها كده وانت مغمضة خصوصا لما يكون الموضوع لي علاقة بقرار زي الطلاق أنا ما قدرش أقول لحد تطلقي بس اسأل لي نفسك كده ما وانت قاعدة مع نفسك أنا دايما باعد أقول لو انت خلاص شايفها الدنيا متقفلة وما قدميش حل تاني غير الطلاق لما بلاقي حد من صحابي مصمم يعني بقول لها لو اتطلقتها ترتاحي هتبقى مرتاحة طب هل انت مفكرة شكل حياتك انت وولادك هتبقى عاملة ازاي هتعرفي تربيهم ازاي نفسية ولادك هتبقى عاملة ازاي الفلوس هتعرفي تصرفي عليهم منين طب في الحالتين سواء بأنت كملتي او حاستي انه لا انا عايزة انفصل بهدوء يعني حالة فيهم هتوجعك اكتر انك تسيبي ولا انك تكملي هتقدري تتأقلمي مع ايه ايه حياتك هتبقى احسن فيها في الظروف دي مفروض ان انا بحكي قصة او بقول لكم حاجة شفتها من الواقع يعني خاص بنا عنها انه لما الواحد بيبقى موزيع فبيعود يسمع الناس بتيجي تحكيله بيعود مع صحابه ولازم ان احنا بنكون ان احنا مريطة الواقع على قد ما نقدر للأسف شفت القصة ازاي دي كتير قوي يعني مش عايزة احكي قصة بعين عشان ما يزعلوش بجد لانه فيه ستات كتير قوي ما يهمهاش جوزها جيب الفلوس منين ما يهمهاش حتى لو واحدة بتقوله كلمتين حلوين بس يهمه انه ما يتجوزش عليها ما تجيبليش واحدة تقعد معايا ويبقى رأسها برأسي ده لانا بسمعه يعني انت موافق ان هو يكلم واحدة بس ما يتجوزاش لو كانت الواحدة دي مديرت ولو ولو لو هي في مصلحاتنا كلين معقولة بس اقولك على حاجة داليا انت مش هترضي بديء الحال تاني اقولك على حاجة كمان ما تزعليش مني انت مش بتفكري غير في نفسك بمعنى انا منظري ايه قدام الست اللي جوزي تجوزها تخيالي هو انا هينفع ارجع الشغل تاني ولا لأ هو انا هينفع باي ان انا عارفة ولا مش عارفة ما خدتيش رد قاطعة وهو ما تزعليش مني انت كمان عايشتك في دور الضحية انا ضحيت بنفسي عشان خاطر عيالي وعلشان تاكله وعلشان خاطره هل عشان احنا الظروف المادية او ان انا عايزة دخل عيالي ما درس لغات واعمل احسن واحسن ارضى انت تبقى مع واحدة تانية تتجوز واحدة تانية وش معنى انا ما تزعليش مني اللي هاجي اقول معلش يا جماعة الستة عندها مشاعر وعندها حسيس ومن حقات تحب وتتحب بتحليتيش لجوزي عشان تحبي وتتحبي ده اللي انا قلتلك الحل ما بين السطور وقلتلك انت بتفكري ازاي واي حد بيبعتلي انا في قصة حقيقية عارفين انه بيننا محبة وبيننا عشم بقولهملك من باب اني خايفة عليك ما ليش مصلحة تاني حتى لما بقول كلامي يوجع في وسط الكلام بس انت عارف انه لو اختي قدامي لو انا عندي اخوات بنات كنت هقولها نفس الكلامي على مربنا قصة صعبة قوي يا دالي شفتها كتير قوي يا دالي بس مش عايزة اقولك نهايتها يا دالي